مساء الخير أجواء صيفية معتدلة أجواء حتى كانت مائلة البرودة فوق المرتفعات الجبلية خلال الليلة الماضية العظمى في العاصمة عمان اليوم سجلت تقريبا 29 درجة مئوية ما تزال خلال أيام القادم درجات الحرارة واليوم طبعا أقل من المعدلات السنوية بقليل حاليا أجواء معتدلة تسود العاصمة عمان درجة الحرارة 22 درجة مئوية غالبا الأجواء صافية بسبب تواجد لسحب منخفضة وهي أيضا سحب متفرقة ترتفع نسبة الرطوبة بشكل واضح هذه الليلة تصل 83% غالبا أجواء صافية تتراجع الحرارة تستقر حول 19 درجة مئوية سرعة الرياح 14 كم في الساعة والرياح رياح شمالية غربية درجات الحرارة أقل بقليل من المعدلات السنوية غدا 27 درجة مئوية حتى هناك تراجع على درجات الحرارة أجواء غالبا صافية خلال ساعات النهار أيضا بسبب السحب المنخفضة الارتفاع سرعة الرياح تزداد خلال ساعات نهار الغد تصل إلى 20 كم في الساعة وتتغير أيضا اتجاهها لتصبح رياح غربية معكم نصطر الدرجات الحرارة الصغرى لهذه الليلة وأيضا العظمى ليوم الغد إربد 21 هذه الليلة المفرق 19 جرش 23 الصلط 20 غدا في الصلط 27 جرش 30 المفرق 30 كذلك الحال في مدينة إربد الزرقاء هذه الليلة 21 غرب العاصمة 19 منطقة مطار الملكة علياء الدولي غدا تلامس 30 درجة مئوية كما هو في شرق عمان 30 درجة مئوية غرب العاصمة 27 مرج الحمام 18 الليلة البحر الميت 30 غدا في الكرك تلامس 29 درجة مئوية وفي مادبا 27 درجة مئوية البحر الميت أجواء حارة تلامس 37 درجة الطفيلة 19 في معان 17 هذه الليلة العقبة 27 غدا في العقبة 37 درجة مئوية نلاحظ الطفيلة 29 درجة مئوية خلال ساعة النهار مدينة الأزرق 21 درجة لهذه الليلة غدا في الأزرق 34 درجة مئوية عموم المناطق الصحراوية الشرقية نشاط للرياح يثير الغبار والأتربة اعتدال على درجات الحرارة خلال الفترة القادمة يومي الأحد والاثنين تصل درجات الحرارة في العاصمة عمان إلى 28 درجة مئوية أيضا تستمر درجات الحرارة أقل بقليل من المعدلات السنوية أشكر لكم طيب المتابعة العودة إلى الزمين الرشيد